بسم الله الرحمن الرحيم نحل تدريبات يونت وان للصف الاول الاعدادي من كتاب المدرسة طبعا اول حاجة هنبدأ مع check your english this is a fact file this is a fact file يعني ده ملف بتاع بيانات بتاع of some students بعد الطلبة look and make sentence هنعمل جمل اول حاجة number one name الاسم باسل الage اللي هو العمر السن 12 12 likes بيحب ايه الفوتبل بيحب كرة قدم favorite food الطعام المفضل fish with rice fish ده بالنسبة number one طيب هو هنا عمل عليها جمل اهو number one قال لي ايه يعني اسمه his name is basil وعمل فلسطوب ابدأ جملة جديدة ابدأ بحرف كابتل هو عنده 12 سنة يبقى كل الكسة باستخدم لما اقول الاسم استخدمت مع هي برضو باستخدم مع السن بعد كده عمل فلسطوب اللي هي نقطة ابدأ جملة جديدة بحرف كابتل اقول كل ده جايبوا منين من على البيانات بتاعته هنا he likes football هو بيحب كرة القدم his favorite food his favorite food يعني الطعام المفضل بالنسبة له is fish with rice انا كتبت الجمل دي من الملف بتاعتها number two number two name الاسم فاطمة age 13 عندها 13 سنة likes books بتحب الكتب favorite food chicken الطعام المفضل نسبة لها chicken اللي هو الدجاج انا ابدأ number two اقول her name طبعا مع اسمه قلت his name اما اسمها اقول her name is fاطمة اسمها فاطمة اعمل فلسطوب ابدأ جملة جديدة اقول she is she is 13 يعني هي عندها 13 سنة يبقى باستخدم مع الاسم او مع السن verb to be am او is او are طبعا از مع هي وشي she is 13 she likes books هي بتحب الايه الكتب she likes books طبعا هنا انا مش مكمل عشان ما فيش مكان يكف هنا ممكن اقول بقى ايه here favorite food is chicken يعني الطعام المفضل بالنسبة لها chicken ماقولي بقى here favorite here favorite food is chicken زي ما هنا عملت كده بس هنا بدل his favorite food اقول here favorite food is واكتبت chicken طبعا number three name ماهر اند هاني عندهم اتناشر سنة likes tennis بيحبوا لعبة التنس favorite food الطعام المفضل بننزالهم ايس كريم لما اجي اعمل بقى دول كده جمع يبقوا ليه their names their names اسمهم ايه are ماهر اند هاني their names are ماهر اند هاني اعمل فلسطوب اقول they they are 12 هما عندهم اتناشر سنة they like tennis they like tennis هما بيحبوا لعبة التنس لو انا عايز اكتب برضو حاجة على الطعام بتاعهم اقول their favorite food is ice cream طيب هنا بقى بالنسبة لي كاتب هنا number four طبعا number four هنا فاضي هنا ما كانش في حاجة مكتوبة فانت هتكتب اسمك انت هنا الفايل دوت الملف ده ما كانش في مكتوب حاجة فكل واحد هكتب الاسم بتاعه والسن واللعبة المفضلة بالنسبة لها انا انت مثلا عملت مثال name الاسم علي الage 12 عنده 12 سنة likes football بيحبوا كرة القدم favorite food fish with rice لو انت عايز تعمل حاجة تانية غير الدوات ماشي هتكتب الاسم السن بتاعك ايه اللعبة المفضلة اللي انت بتحبها favorite food الطعام المفضل بالنسبة لك ايه فانا هكتب هنا مثلا اقول my name اسمي my name is علي انا بقول بقى على اسم على الملف بتاعنا I am 12 يعني انا عندي 12 سنة اعمل full stop ابدأ جملة جديدة اقول I like football انا بحب كرة القدم my favorite food طعام المفضل my favorite food is fish with rice هنا الفقرة دي listening استماع طيب بالنسبة لل listen فقرة الاستماع اه طبعا اه زباج is lama's sisters يعني الشنطة دي كان بتاعت اخت lama number two number two can the pencil case pencil case لها المألمة is red كان لونها red احمر number three lama has got lama has got lama كان معاه ايه طبعا got بيجي معاه هاز او have هاز بتيجي مع هي وشي او اسم ولا او اسم بت اما هاز بتيجي مع الجمع مع اي وي يو زي لما has got a book about animals كان معاها كتاب عن a book about animals بيكلم على الحيوانات طيب بعد كده number four she has also got وهي كان معاه ايه تاني she has also got كان معاه an orange an orange يعني برتقال يبقى عمل سلكي على ان اورنج number five the girls are in البنات دي كانوا فين the girls are in a school كانوا فين في المدرسة number four read and correct the mistakes هنشوف الخطأ in this sentence في هذه الجمعة حاتم don't like طبعا حاتم لو انا شلت حاتم هحط بدل وهي يبقى هي هتيجي معاها doesn't like سبورتس بدل don't دي هتبقى ايه doesn't طبعا دي محلولة في الكتاب number two i want طبعا want to play مش هتنفع فعلين كده لازم اقول i want to play i want to play يعني انا عايز العب تنس this afternoon يبقى بعد want دي المفروض اكتبتوه طبعا number three look look دي طبعا اه من الكي ووردس من الكلمات ادلها على زمن present continuous المدرع المستمر طب المدرع المستمر بتكون من ايه بتكون من am او is او are plus the verb plus ing هنا ده جمعه those children الاطفال ده جمع children اطفال باستخدم معها are او are jumping very high يبقى are jumping very high يبقى هنا كان ناقصة هنا are عشان تبقى الجملة صح number four i visit my cousin yesterday yesterday بالامس بدام هنا في اه كلمة بتدل على الماضي yesterday يبقى visit دي هتبقى visited ازود لها ed اضف لها ايه ed عشان تبقى في الماضي اقول زورت زورت ابن عمي بالامس yesterday number five you speak english very good طبعا speak هنا انا بوصف انا بوصف هنا الverb بوصف الفعل عشان اوصف الفعل فلازم احط ايه adverb احط ايه adverb بمش ادجيكتف هحط زرف اقول you speak english very well يبقى بدل good هكتب will مستر طاها مستر طاها is a teacher يعني هو مدرس in بورسعيد he teaches english بيدرس لغة انجليزية on monday يوم الاثنين tuesday يوم الثلاث and wednesday يوم الاربعاء he makes himself بيعمل لنفسه he makes himself a sandwich يبقى بيعمل ايه sandwich لنفسه for lunch for lunch على الغده he eats هو بيأكل he eats it طبعا دي بتعود على sandwich in the school في المدرسة on saras day يوم on saras day يوم الخميس and friday يوم الجمعة he usually هو عادة walks home عادة بيتمشى يروح المنزل his wife زوجته mix him mix him يعني بتعمله ايه بقى his favorite lunch بتعمله غدا المفضل بالنسباله chicken and potatoes yesterday بالامس it rained a lot it rained rain يعني مطارت كتير rained مطارت a lot كتير the wizard talks is sometimes احيانا ريني احيانا بيبقى ممطر in borsaride في بورسعيد الجوا بيبقى ممطر mister taha didn't want to walk home ما بيباش عايز يروح البيت ماش عشان طبعا الدنيا بتبقى مطارة جوا ممطر so لذلك he went to هو ذهب بقى he went الماضي بتاع go he went to a restaurant راح مطعم restaurant اللي هو المطعم near the school بجوار الايه المدرسة he loves the food هو بيحب الطعام هناك زير يعني هناك زير هنا المقصود بها ايه بقول لي هو بيروح مطعم وهو بيحب الطعام هناك يبقى زير دي بترجع على restaurant بتشير الى restaurant the cook mix it the cook اللي هو الطاهي mix it all himself نشوف الاسئلة اللي موجودة على القطعة دي number one بقول لي وير يعني اينة وير يعني ايه اينة وير بتسأل على مكان where does mister taha work mister taha بيشتغل فين اقول هي بدلا بقول mister taha تاني لا قلت هي ضمير بتاع اقول هي works طبعا هنا الفعل المساعد does يبقى باضيف للفعل is اقول he works in school بيشتغل في المدرسة in بورسعيد number two what does he usually eat for lunch هو كان عادة بيأكل ايه على الغده طبعا a sandwich بيأكل ايه sandwich number three what does he usually do twice a week يعني بيعمل ايه مرتين في الاسبوع twice a week يعني مرتين في الاسبوع he usually walks home بروح المنزل ماشي he usually walk walk طبعا دفطلة s عشان في المساعدة هنا does يبقى he usually walks home number four why why يعني لماذا why بتسأل على السبب why did mister taha not want to walk home yesterday ليه mister taha ما تمشاش البيت راح عالبيت ماشي ليه because it rained a lot لان الدنيا كان بيتمطر because it rained a lot number five is the wizard هل الطاكس وزر اللي قولنا الطاكس always rainy هل الطاكس دايما بيمطر ريني ممطر انبور سعيد no it isn't no it isn't يعني مش دايما هنا مش always هنا مش هنا هو كاتب له always دايما ممطر لا هو كان هنا بايه في القطعة كان بقول sometimes يعني احيانا 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 اما هنا جايب له always دايما يبقى هنا no it isn't number six who هو يعني من هو بتسأل على العاقل هو mix the food in the restaurant من اللي بيعمل الطعام في المطعم طبعا اقول اكوك يبقى بدل هو دي اكتب the cook mix the food in the restaurant يبقى الاجابة اكوك اه number seven طبعا كوك هنا معناها الطاهي او الشيف number seven what does uh what does the underline word they refer to زير دي قلناك بتشير الى ايه طبعا بتشير المطعم لل ايه restaurant هنا بقى بقول do these words have the same sound listen and put true or false هنا هنشوف اللي هم ليهم نفس الصوت اعمل true اللي مالهمش نفس الصوت هعمل false يعني خطأ هنا واشت وهنا واشت واشت هم ليهم نفس الصوت طيب blue وduck blue you duck هنا اليو كأنما كأن ما سمحتش you اما blue هنا سمحت اليو يبقى هنا ده مختلف يبقى اعمل هنا اكس كده دي فولس غلط يبقى هنا الصوت مفيش الصوت اه 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 مش نفس الصوت يبقى هنا اعمل خطأ هنا اه number two cold cold waited cold waited طبعا مالهمش نفس الصوت برضه يبقى انا هنا اعمل false هنا خطأ برضه هنا اعمل خطأ number two يبقى number two number three خطأ number four cake cake home هنا الايه هنا long a وهنا long o هنا دي غير دي cake home يبقى هنا اعمل خطأ برضه هنا مش نفس الصوت يبقى خطأ هنا طيب number five shop and check shop هنا الاس والاش تنطق زي الشين وهنا check c والاش تنطق تش طبعا برضه هنا دول مختلفين مش نفس الصوت يبقى هنا اعمل اعمل هنا صح على دي اعمل صح هنا اعمل اعمل صح هنا في number six كدة اعمل كندي وجولاي كندي في كلمة كندي الواي نطقتها ايه قلت كندي ايه اما جولاي الواي هنا نطقتها ايه ايه جولاي يبقى هنا برضو مش نفس النطر هنا مختلف يبقى اعمل خطأ على دي نمبر ايت اه تيل وجيت هنا الايه هنا لونج ايه وهنا لونج ايه قلت تيل وجيت يبقى هنا نفس الصوت تيل جيت يبقى هنا هعمل صح يبقى هنا هعمل ايه صح عليه هنا بيقول لي ايه فراي دي فراي دي اللي يوم الجمعة وسطر دي يوم السبت هنا فراي دي فيه اشرف ويونس اه وريهام عملوا حاجات يوم الجمعة فراي دي وعملوا حاجات سطر دي اشرف طبعا بلاي فوتبول لعب كرة قدم فيزت كازن فيزت كازن زار ولاد عمه يونس بيك اكيك عمل كيكة وورك ان هز فازر شوب وفي سطر دي يوم السبت راح اشتغل مع والده في المحل ريهام فيزت فرندس راح اتزارت اصدقائها يوم السبت عملت ايه بلاي تينس لعب التينس طيب هنا اسئلة على الحاجات دي ديد يونس ديد معناه هل ديد يونس بلاي فوتبول هل يونس لعب كرة قدم اون فراي دي يونس اهو لعب كرة قدم اون فراي دي طبعا نو نو هي ديدنت نو هي ديدنت بدأت بدد ان هي بدد بس عشان نو قلت نو هي ديدنت نمبر سري وات ديد اشرف دو اون فراي دي وات ديد اشرف دو اون فراي دي اشرف عمل يوم الجمعة فراي دي اهو وقال لي بلاي فوتبول لعب كرة قدم يبقى عمل ايه يبقى قول هي بلاي فوتبول هي بلاي فوتبول اه نمبر فور ديد ري هام هال ري هام فيزت اير كازن اون فراي دي هال ري هام راحت زارت ولاد عمها يوم الجمعة فراي دي هاي ورهام هاي فيزت فرندس راحت زارت لقد زارت اصدقائها يبقى نو شي ديدنت نو شي ديدنت نمبر فايف وير وير يعني اينة وير ديد يونس جو اون ساتر دي يونس راح فين وير بتسأل على مكان راح فين يونس اون ساتر دي طبعا ايام الاسبوع كلها بيجي قبلها اون حرف جر اون اون ساتر دي راح فين يوم الجمعة يوم السبت يونس راح محل بتاع والده اقول هي وينت وزهب هي وينتو هز فازر زي شوب نمبر سيكس وات ديد ري هام دو اون ساتر دي ري هام عملت اي يوم السبت اول شي بلاي التنس ما ري هام هاي ويوم السبت اهه بلاي تنس اول شي بلاي التنس هنا بالنسبة للكلمات المتقطعة آيه عنده اكروس اكروس يبقى انا هامشي كده يبقى انا هامشي كده طيب داون داون يبقى هنزل بالسهم زي ما السهم عامل كده يبقى هنزل بالكلمات كده يعني number one number one بقولي your sister your sister اختك is your parents طيب اختك بالنسبة لوالديك بالنسبة لهم هتبقى ايه طبعا بنتهم ابنة ابنة يعني ايه يعني دوتر يبقى number one هي number one هي هنزل بقى كده يبقى نزل بالحروف كده دي اسمها ايه دوتر دوتر يعني ابنة طيب number two number two هتبقى عند اكرس هتيجي كده your mom or dad's sister دي اسمها اس الملكية dad's sister يعني اخت والدك اخت والدك او اخت والدتك طبعا اخت والدك او اخت والدتك دي بالنسبة لها ايه يا عمتك او خلتك عمتك او خلتك اتبقى ايه انت اللي هي اكد ايه انت دي بالنسبة لايه لتو طبعا number three number three your mom your mom والدتك and the dad or your والدك والدتك دوت بقولنوا عليهم ايه بيرانس بقولنوا عليهم ايه بيرانس ايه بيرانس بيرانس اللي هو والدك والدتك طيب number four your aunt and uncle's child child يعني طفل عايزوا قولي يعني ابن عمك او ابن عمتك او ابن خالتك او ابن خالك ده number four ده بقول عليهم ايه بقى cousin بقول عليهم number four ده ببقى ايه cousin cousin ايه cousin cousin دي cousin تبقى ممكن تبقى ابن عمي او ابن عمتي او ابن خالي او ابن خالتي طيب اه number five number five your mom or dad's mother dad's mother mother يعني والدة ابوك او والدة امك نشيء ابو الام او ابو الاب دي بقى بنسبة له ام ام الاب او ام الام دي هتبقى ايه number five هتبقى grandmother number five هتبقى grandmother 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 اللي يال ايه الجدة grandmother طيب number six your brother is your parents your brother your brother يعني اخوك is your parents ده بالنسبة اخوك بالنسبة الوالدائك ده يبقى ابنهم اللي هو يبقى ايه son number six seven six اهي هتبقى son 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 number seven number seven your mom or dad's brother dad's brother لو اخو الاب او اخو الام اخو الام اخو الام او اخو الام ده بيبقى ايه عمك او خالك ده اللي بيبقى ايه uncle او uncle لو عم او خال السؤال التاني بقى listening استماع اه hi my name is laura and this is my family ده اسرتي that's my brother ده اخو الام ايه his names ايمن يبقى هنا his names ايمن لينة and the hatim are our parents دول ايه والدي we have one cousin يعني احنا عندنا ابن عم واحد اه اسمه ايه او بنت عمي اسمه ايه خديجة here parents here parents والديها are my uncle and aunt their names their names are عماد and dina what about you what about you يعني انت طب بالنسبة لك انت بقى what about you what's your name what's your name اسمك ايه طيب هنا complete the sentence with subject pronouns هنكمل بالsubject pronouns and object pronouns subject pronouns اللي هو ضمائر الفاعل اما object pronouns اللي هي ضمائر المفعول it's her car دي عربيتها وبعدين full stop يبقى ابدأ جملة جديدة نسبة كبيرة جدا هبدأ بالايه بالsubject pronoun اللي هو ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل اللي بتحضل المكان الفاعل she often drives it number two throw the ball الك الكرة to me please i am waiting يعني انا منتظرك ارمي الكرة طبعا object object pronouns اللي هو ضمائر المفعول بتيجي بعد الفعل او بعد حرف طبعا هنا two جي بعدها me اللي هو object pronoun لضمائر المفعول number three our parents our parents والدية are proud of our parents لما والدي are proud of هما فخرين ايه عزوا الفخرين بينا proud of us because بسبب we work hard at school لان احنا بنعمل بجد او بنذاكر بجد في المدرسة can i have can i have my ben please number five grandfather get the arrives at five o'clock let's go to meet him يلا نروح نقابله let's go يعني هيا بنا to meet meet يعني يقابل meet him طبعا قلنا دي هم دي object pronouns اللي هي ضمائر المفعول بتيجي بعد الفعل هنا ميت يعني وقابل طبعا number six club for the football players يعني سقف او نشجع اللعيبة football players they played very well سي يعني هم بليد لعبهم very well بطريقة جيدة read and match the words with their meaning المعنى بتاعها chess chess يعني شطرنج band فرقة موسيقية drums اللي هو drums twins توقم voluntary work اللي هو عمل تطوعي هنا these brothers are sisters are the same age يعني اخوات او اخوات are the same age the same age لهم نفس العمر دي بقول عليهم ايه twins يبقى دي هتبقى ايه يبقى twins دي number four twins يعني توقم هتبقى ايه يبقى ايه دي هكتبها هنا اصد number four طيب it's work you do for no money no money يعني انت بتعمل عمل من غير اجر يبقى دي اسمه عمل ايه تطوعي voluntary work زي مثلا يجي رمضان ناس بتقعد تزين الشارع ويزينه المساجد ده كل ده مفيش حد بياخد عليه اجر ده اسمه عمل تطوعي زي مثلا بنزرع في الشارع بتاعنا مثلا شجر بنزين الشوارع ده اسمه عمل تطوعي بتروح المستشفى بتساعد مثلا اطفال في حاجة ده اسمه عمل تطوعي يبقى voluntary work ده عمل تطوعي دي number five دي هتبقى معاها بي لتر بي هكتبه هن طيب بعد كده بقول it's a game for two people يعني هي لعبة بلعبها اتنين شخصين اتنين two people طبعا لها chess يبقى سي اهي عندي chess طيب بعد كده آآ لتر دي it's a group مجموعة of people يعني بيعزفوا موسيقى مع بعض together يعني معا play music بيعزفوا موسيقى مجموعة دي عبارة عن ايه بقى دي اللي هتبقى band باند يعني فرقة موسيقى يبقى two d هكتب اساطها لتر دي دي هكتبها هنا عندي two طيب بعد كده these are musical instruments هي آلة من آلات الموسيقية which you hit to make noise بتعمل ضوضاء حاجة تبع الآلات الموسيقية musical instruments دي اللي هتبقى drums يبقى e هكتب هنا عند drums complete the table complete the table هنكمل الجدول هنا basketball chess the drums football music on the radio swimming the teacher volunteer work اللي هو عمل تطوع هنا في verb بيجي مع now do هتيجي مع volunteer work طب و go go طبعا لو جي نشاط وراها بيجي نشاط متضاف له i n g يبقى go swimming go swimming go swimming يبقى هكتب هنا swimming طبعا listen to listen to يستمع الى listen to ممكن listen to music on the radio باستمع الى الموسيقى في الراديو music on the radio يبقى هكتب هنا و listen to listen to the teacher استمع المدرس the teacher يبقى هكتب هنا the teacher play play يلعب او بيجي مع الالات الموسيقية معناها يعزف اقول play basketball يبقى basketball هكتبها هنا play chess نلعب شاطرانج برضو chess هتيجي مع play 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 the drums نعزف على drums play the drums يبقى play هتيجي مع the drums يبقى play جاية مع ثلاث حاجات مع بعضوما play بتيجي مع basketball play chess play the drums طيب هنا ده سؤال برضو بيتكلم على ان هنا احط الافعال ديت الافعال اللي هي كانت هنا دي هحطها هنا i always listen to the teacher انا دايما always دايما listen to بستمع الى the teacher للمعلم number two do you وعندي swimming swimming دي نشاط لو السباحة من ضفلها ing after school بعد المدرسة يبقى دي اخي استخدم معها ايه go do you go swimming جب هنا هكتب go number three هاني loves basketball هاني بيحب البسكتبول he it every day he ايه بقى every day اقول he play play بس play اضفلها اس عشان هي او شي اقول he plays it every day number four my father football matches on the radio عايز يقول لي بيستمع الموت شكورة on the radio في الراديو يبقى my father listens to football matches on the radio number five ماهر volunteer work at hospital بيكون بعمل تطوع في المستشفى يبقى ماهر do بس ماهر بقى عشان هنا ده الفعل مفرد ماهر يبقى بدل ده هتبقى does والماهر does volunteer work at hospital هنا خلاص قلنا do you go طبعا do او does او did بيجي معها الفعل في المصدر قلت go هنا he blade في طولها اس my father برضو مفرد بضف listen للفعل اس ماهر بدل do volunteer work هتبقى ماهر does volunteer work بعد كده بقول لي write about your hobbies هتكتب عن بعض الهوايات بتاعتك and when متى وين بتسال على الزمن when you do them use these ideas يعني استخدم بعض الافكار ده what's your favorite sport what's your favorite sport what's your favorite sport ايه الرياضة المفضلة بالنسبة لك you're بتحول ل my you're بتحول ل ايه ل my يقول my favorite sport is football my favorite sport is football when متى when do you do it يعني انت بتمارسها امتا I play it on fridays بلعب ايوم الجمعة i play it on fridays يعني ايام الجمعة بلعب football what's sport don't you like ايه الحاجة اللي انت ما بتحبش تلعبها مسؤول I don't like tennis انا مثلا محبش ألعب التنس I don't like tennis ممكن واحد ديكتب حاجة تاني غير الحاجات ديت number four what do you watch on tv يعني انت بتشاهد ايه في التلفزيون بقول I watch football matches انا بشاهد موتشات كرة القدم what do you listen to on the radio يعني بتستمع ايه في الموسيقى I listen to music انا بستمع الموسيقى ماشي ممكن واحد تاني يكتب حاجة تاني غير كده هنا بقى بقول complete the text هنكمل النص with these words بالكلمات اللي موجودة في التابل دي and the catches is doesn't doesn't work don't go go goes lives play watches I am I am حسن I am حسن my family أسرتي lives in Alexandria عايشين فين في اسكندرية but ولكن my dad والدي doesn't work doesn't work يعني لا يعمل in Egypt ما بيشتغلش فين في مصر Egypt he works هو بيعمل in London بيشتغل فين في لندن he goes to the airport goes يعني هو بيروح to the airport airport اللي هو المطار on Sunday يوم الحد evening يعني كل مساء يوم الحد بيروح المطار and he catches catches ويلحق قبلين الطيار to England الطيار اللي راحة England لانجلتر he comes home بيجي البيت on Saturday يوم الخميس evening on Saturday يوم السبت I don't go أنا ما بروحش I don't go to school أنا ما بروحش المدرسة I don't go to school يعني أنا ما بروحش المدرسة and my father doesn't work ووالدي ما بيشتغلش اللي هو يوم السبت Saturday we play we نحن play بنلعب chess بنلعب شطرنج or or يعني أو we go to the park بنروح الحديقة on Sunday يوم الحد morning يعني أيام الحد صباحا we go swimming بنروح السباحة my brother أخويا is three يعني أخويا عنده ثلاث سنين and he doesn't swim هو ما بيعومش يعني he watches us يعني هو بيقعد يتفرج علينا وإحنا بنعوم preorder the words to make questions هنرتب الكلمات دي عشان أعمل سؤال طبعا نبدأ بدو دو معناها هل do you play chess هل انت تلعب شطرن واعمل question mark هنا brother و does و football we are play طبعا نبدأ ب does أبدأ ب does بعد does أو do أبدأ بعدها الفاعل does your brother هل أخوك does your brother play football فوتبول هل أخوك بيلعب كرود قدم بعد كده أعمل question mark number three هنا أداة استفهامة where أين where بيجي بعدها فاعل مساعد أقول where does where does your father work يعني والدك بيشتغل فين number four number four برضو هنا where أداة استفهام وعايز فعل مساعد هنا do where do where do your grandparents grandparents يعني أجدادك live live يعني هم عايشين فين number five هنا how long how long بيسأل على كم المدة how long وعندي فعل مساعد does how long does it take to come to school يعني كم المدة اللي بتستغرقها عبل ما تروح ايه المدرسة وترجع من المدرسة طيب هنا match the questions in exercise two to these answers طبعا دي هنا إجابات هنا إجابات كان هنا في exercise one هنا دوت كانت أسئلة دي كانت عبارة عن أسئلة دي هنا إجابات فهنا هشوف الإجابة المناسبة لإيه للسؤال يعني هنا بقولي they live هم بيسكنهم أو عايشين they live in بورسعيد هما عايشين في بورسعيد we visit them احنا بنزورهم in the summer في الصيف يبقى دي إجابة number four إجابة number four اللي هو بيسألني where do your grandparents live هم بيعشوا فين أجدادك قال له هم بيعشين فين في بورسعيد يبقى دي number four طيب letter B بقول لي it takes about 30 minutes بتاخد تقريبا 30 دقيقة I come by bus يعني أنا باجي بالإيه بالأوتوبيس يبقى دي إجابة بتاعت السؤال إيه اللي هو how long كامل مدة يبقى how long يبقى دي هتبقى number five طيب بعد كده بقول لي no he doesn't he plays basketball هنا بدام قال لي no he doesn't يبقى بدأ بdoes فين بقى السؤال اللي بدأ بdoes اللي هو number five أو ده number two بقى number five خلاص اللي هو how long number two does your brother play football هل أخوك بيلعب كرة قدم وهنا بدأ بدازهو قال له no he doesn't no he doesn't he plays basketball يبقى دي هتبقى number two ده تبقى ايه number two يبقى number five number two هنا بيقول لي he works in Cairo هو بيعمل في القاهرة he works in a bank بيشتغل فين في بنك يبقى دي هتبقى إجابة بتاعت لما بيسأل على هنا بيسأل على والده where does your father work where aina where does your father work يبقى دي هتبقى number three طيب لما بيقول لي yes I do I play on Sundays يعني أيوة أنا بلعب الحاجة ديت on Sundays أيام الحد يبقى دي هتبقى إجابة number one اللي هو do you do هنا باسأل بdo يبقى هن يبدو yes I do do you yes I do yes I do I play on Sundays يبقى دي هتبقى number one يبقى دي هتبقى إجابة number three وده هتبقى إجابة number one أنا بقى بقول لكم complete زي sentence هنكمل الجمل attic attic اللي هي غرفة على السطوح اسمها ايه attic cities اللي هي مدن goat اللي هي معز mountain اللي هو جبل orphan اللي هو يتيم a mountain is very high الجبل ده عالي جدا and has no mother no mother or father no mother يعني مالوش أم أو أب يبقى ده مين an orphan orphan اللي هو اليتيم يبقى هنا هكتب orphan orphan هكتبه هنا number three Cairo and Alexandria are big القاهرة Cairo واسكندرية are big cities يعني مدن كبيرة cities يبقى أنا هكتب cities هنا cities number four you can get milk انت ممكن تحصل على milk and cheese وجبنا from منين بقى طبعا من goat goat لماعز goat يبقى أنا هكتب هنا goat number five an is the top of a house يعني حاجة أعلى المنزل اللي لايه ايه attic attic اللي هي غرفة على السطوح attic يبقى هنا number five هنا هكتب attic طيب هنا بيقول لي complete the table can you add any words هنا هنشوف الكلمات ديت ونحطها in a city في المدينة أو in the mountains في الجبال in a city زي كتاب لي airport airport اللي هو المطار airport airport ايه تاني بيبقى موجود في المدينة hospital مستشفى hospital دي هتبقى في المدينة هنا هكتب hospital parks park اللي هي الحضائق يبقى هنا هكتب parks ممكن هكتب cars سيارات trains القطارات اكتب اي حاجة برضو من وسائل الموساط يعني الحاجة اللي انت اعرفها موجودة في المدينة ممكن تزود عليها وتزود كلمات هنا in the mountains في الجبال موجود ايه في الجبال بيردس الطيور بيردس يبقى هكتب بيردس هنا flowers flowers يبقى هكتب flowers هنا اللي هو الورود ورد goats goats اللي هي المعز هكتب goats هنا لو حد عايز تزود حاجة تانية يزود في الماونتنز في الجبال ممكن اكتب ايجلز اللي هو النصر او الطيور دي ايجلز لو حد عايز تزود حاجة ممكن يزود يجيب كلمات من عنده ويزودها حاجة بتبقى موجودة in the mountains في الجبال ممكن اكتب snake صعبان طيب هنا بيقول لي بقى match the description to the people in the story في قصة هايدي عندي هايدي وبيتر وهايدي's grandfather جد هايدي وهايدي's aunt عمت هايدي طيب هنا بيقول لي اول حاجة بقول لي he is a boy هو ولد who lives in the mountains كان عايش في الجبال boy يعني ولا طبعا يبقى مين بيتر يبقى هنا ده ايه يبقى كتب هنا طيب she is young هي صغيرة and happy وكانت سعيدة يبقى مين بقى اللي هي كانت صغيرة وسعيدة طبعا be اللي هي هايدي يبقى هنا هكتب بي طيب she does not won't hide هي مكنتش عايزة hide to stay in the mountains مكنتش عايزة hide تتقعد في الجبال يبقى مين hide's aunt يبقى ده هتبقى see he is an old man he is an old man يعني كان رجل عجوز من اللي هو كان عجوز بقى hide's grandfather hide's grandfather اللي هو جد ايه hide يبقى ده هتبقى لتر d هنا دي كده بقى هتبقى b و a و d و c طيب هنا بعض الاسئلة برضو على القصة where يعني اين where does heidi's grandfather live كان عايش فين يبقى he lives in a small house كان عايش في منزل صغير in the mountains في الجبال number two what does heidi do everyday everyday يعني كل يوم heidi كان بتعمله كل يوم she walks in the mountains كان بتتمشى في الجبال number three why why لماذا بتسأل على السبب why is heidi sad ليه heidi كانت زعلانة in the city وهي في المدينة why because بسبب she is away from her grandfather لانها بعدت عن جدها جدها وبيتر وكتب gots number four do you think هل انت تعتقد heidi is right كانت على حق to love life in the mountain why or why not هل heidi كانت على صواب لما كانت بتحب العيشة انها تعيش في mountains في الجبال نقول yes yes i think لا انا اعتقد ذلك because it's a quiet place لان ده مكان ايه هادي it's a quiet place bliss يعني مكان quiet يعني هادي can you think of anything difficult about living in the mountain هل انت تعتقد can you think of anything difficult about living in the mountain هل تعتقد ان في حاجة كانت صعبة بالنسبة للحياة في ماونتن في الجبال ممكن اقول من الحاجات اللي هي الصعبة اللي ممكن difficult صعب ممكن تلاقيه في الجبال ممكن اقول جوا بيبقى حر it's very hot جوا بيبقى حر هنا busy busy يعني مجغول gymnast gymnast اللي هي لعبة جنباز gymnastics اللي هي لعبة جنباز train train يعني يتمرن او يتدرب number one chabibe is a tub chabibe is a tub in africa يبقى ايه عايز اقول لعبة جنباز احسن لعبة جنباز في افريقيا اللي هي ايه هتبقى is a tub gymnast يبقى اكتب gymnast هنا هتبقى number one gymnast يبقى اكتب هنا gymnast number two chabibe has no time chabibe ما عندهاش وقت no time to lose عشان تفقده او تضيعه she is always هي دايما هي دايما ايه busy busy يعني دايما مجهول busy number three chabibe everyday كل يوم in her club في النادي بتاعها يبقى حبيبة بتتمرن حبيبة trains حبيبة ايه trains بتتمرن او تتدرب يبقى هنا trains هتبقى number three number four حبيبة eats حبيبة بتاكل will بطريقة جيدة because بسبب is a difficult sport because gymnastics لان لعبة gymnastic لعبة الجنباس دي is a difficult sport طبعا gymnastic دي منتهية بس هي ولكن بعملها معاملة المفرد بتاخد is yes طيب هنا بعد كده آآ طالب مني هنا read and آآ bank tweet اللي اعمل عملات الايه الترقيب my name is عمر عمر ده اسمي يبقى l-o اعملها capital l-o اعملها capital نبيلة يبقى l-n بتاعت نبيلة يبقى l-n هتبقى capital is my sister she lives with me هي بتعيش معايا and my family in domiata آآ محافظة domiata دي اسم مدينة يبقى d-e اعملها capital her favorite food is fish طعامها المفضل الفيش اللي هو السماء I like cheese انا بحب الجبنة we have the same hobbies احنا عندنا نفس الهويات we like swimming احنا بحب السباحة we go swimming on on saturday 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 طبعا ايام الاسبوع بيبقى الاول حرف يبقى capital يبقى هنا في saturday ال-s هتبقى capital and sunday وال-s بتاعت sunday هتبقى s capital my sister please cheese يعني الاختي بتلعب شطرانج two معناها ايضا I don't like cheese أنا ما بحبش الايه cheese اللي هو الشطرانج how old is nabila برضو nabila لانها تبقى capital اسماء الاشخاص واسماء البلاد والمدن الاول حرف بيبقى capital she is 12 هي عندها 12 سنة that is the same as me يا نفس العمر بتاعي I am 12 too ده بالنسبة للايه علامات الترقيم choose the correct answer nabila likes fish نبيلا بتحب السمك but عمر likes cheese ولكن عمر بيحب الايه الجبن but بتربط بين جملتين بتبقى عكس بعض طيب nabila and عمر nabila and عمر like nabila and عمر like swimming ولا cheese ولا fish هنا على حسب القطعة هنا هما بيحبوا الايه swimming السباحة nabila and عمر like swimming بعمل سيركل على swimming السباح number three nabila is عمر يعني nabila بالنسبة لعمر ده بالنسبة له ايه اه توام بقى cousin ابن عم ابن تعمه ولا best friend ولا فضيل الصديق المفضل best friend ولا twin طبعا تبقى عمر's twin يعني ده توام بالنسبة لأيه لعمر لانه هنا بيقول لي ايه is the same as me يعني هي عندها 12 سنة انا وانا عندي 12 سنة يبقى ده twin بعمل سيركل على twin بعد كده في write about your usual week اه اسبوع بالنسبة لك محتاد week هنا معنى week هنا اسبوع what do you do everyday يعني انت بتعمل ايه كل يوم what do you do everyday انت بتعمل ايه كل يوم يقول i get up early everyday i get up early everyday انا بصحة مبكرة كل يوم what do you do in the evening بتعمل ايه في المساء بتعمل ايه في المساء يقول i do my homework i do my homework بعمل واجب بتاعي how often how often يعني كم مرة how often do you do sports كم مرة بتمارس فيها الرياضة قال له i sometimes play football sometimes يعني احيانا sometimes يعني احيانا انا بيقول this is a photo ديت صورة photo لها صورة of my cousin لابن عمي what's his name يعني اسمه ايه هنشوف هنا بعض الاسئلة ونشوف الاجابات عشان اكمل سؤال ال what's what's his name what's his name يبقى وان دي هتبقى معها c طب نمبر 2 how old يعني كم عمره how old is he how old is he يبقى دي هتبقى letter d نمبر 3 where اين where does he live يعني اين يعيش اين يسكن where does he live يبقى دي هتبقى letter e number 4 what's his what's his favorite food يبقى دي هتبقى ايه number 5 what are what are his hobbies ايه هواياته دي هتبقى letter b بعد كده now complete the dialogue هنكمل الديالوج ده with the questions بالاسئلة from exercise 1 يعني الاسئلة دي لها اجابات هشوف السؤال المناسبة داليا بتكلم ريم this is a photo of my cousin دي صورة ابن عمي هنا قال لي it's faris it's faris يعني اسمه فارس يبقى what's his name اسمه ايه طب بعد كده قال لي he is 14 هو عنده 14 سنة he is 14 يبقى اسأل اقول how old is he how old is he يعني عنده كم سنة بعد كده قال لي he lives in geese هو عايش في الجيزة يبقى where does he live where does he live طبعا كل ده بجيبه ايه بعد كده قال لي what's his favorite food ايه طعمه المفضل قال لي he loves the fish with rice بعد كده بقول لي he likes basketball هو بيحب البسكتبول what are his hobbies ايه هواياته قال لي he likes basketball هو بيحبه لعبة الايه البسكتبول هنا بيقول لي ايه بقى now write about your best friend اكتب عن صديقك المفضل your best friend or a person or a person or a person in your family use ideas from exercise 3 in your student's book هتكتب عن صديقك المفضل هتكتب عن صديقك المفضل يعني مثلا قلت my best friend i have many friends انا عندي اصدقاء كتير i have many friends بعد كده اعمل فلسطوب وابدأ جملة جديدة قول but ولكن علي is my best ولكن علي is my best friend ولكن علي ده صديق المفضل i am meet him يعني انا قبلته i meet him i meet him يعني انا قبلته first اول مرة قبلته فيها at school في المدرسة he is tall هو طويل and the sin ورفيع he has a long curly hair ليه شعر طويل ومجعد he is very kind يعني هو طيب he is very kind and the funny funny we walk to school احنا بنتمشى المدرسة funny يعني مرح we walk to school احنا بنتمشى المدرسة everyday كل يوم together معا he is very good at mass يعني هو جاد في الماس he is very good at mass he sometimes هو احيانا helps me احيانا بساعدني at mass في الرضيات and i help him وانا بساعده i help him at english وبساعده فين في الانجليش we both احنا الاثنين i wish you a friend i like playing like playing احنا بنلعب فوتبول بنلعب كرة قدم we go to the club بنروح النادي on fridays ايام الجمعة i wish you انا اتمنى لك a friend صديق like علي اتمنى لك صديق زي ايه علي هنا بقى دي بيبقى طبعا عايز ايه نعيد الحروف تانية عشان نكون جملة اه كلمة صحيحة هنا دي grandfather اول واحدة محلولة grandfather اللي هو الجد number two دي تبقى uncle اللي هو عم او خال uncle عم او خال number three تبقى cousin cousin يعني ابن عمي ابن عمتي ابن خالي cousin بنت عمي بنت خالي number four هتبقى son 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 يعني ابن number five هتبقى daughter daughter اللي هي ابنه daughter number six اللي هي هتبقى ايه aunt انت اللي هي عمه او خاله هنا بقولي read and complete the country names هتعمل على كل عالم الاسم بتاع الدول يعني ده فرانس فرانس اللي هي فرانسا دي دولة عمان عمان دي south land south land اللي هي سويسرا south africa south africa اللي هي جنوب افريقيا مروكو مروكو اللي هو ايه المغرب هنا هنكمل بي adjectives pronoun هنا بقى صفات الملكية نشوفها مع بعض كده بقولي ايه بقى منير منير and مصطفى are twins منير مصطفى are twins يعني twins يعني توقع their sister يعني اختهم is called radua her hobby هويتها الهواية بتاعتها is tennis هوايتها بتلعب and she is my best friend وهي الصديقة بالنسبة للمفضالة I live with my brother مع أخوي أنا عايش مع مين مع أخوي And his name واسمه His name السيد اسمه سيد Our house منزلنا Our house is in Cairo فين موجود في القاهرة What's your best friend's name اسم صديقك Read the passage from your Students book page 11 again Then circle the correct words لم يأ Listen to طبعا Listen to music with her brother استمع الموسيقى مع أخوها Number two علي وعندي فوتبول فوتبول كرة قدم أتسكول يبقى استخدم بلايز يعني علي بيلعب كرة قدم يبقى بلايز طيب Number three Number three number three بقول خالد وعندي swimming swimming يبقى جوز swimming طبعا جو بتيجي مع النشاط اللي مضافله باي انجي swimming اللي هي السباح يبقى جوز بعمل سيركل على جوز طبعا Number four we both احنا الاثنين وعندي باسكتبول at school اللي بتيجي مع باسكتبول طبعا بلاي بلاي باسكتبول هنا بعد كده بقى read and correct the sentence هنصحح الجمل طبعا سليم don't play طبعا سليم لما جان فيها بنفيه doesn't اقول سليم doesn't play tennis after school اه doesn't طب هنا number two does you listen to music does you طبعا نسفع دو يو اقول ايه دو يبقى does دي هتبقى do does دي هتبقى do number three she not go swimming on saturdays وعايز يقول لي هي ما بتروح شي السباحة on saturdays ايام الساب يبقى عشان انفي يبقى doesn't يبقى she doesn't go swimming يبقى دي هتبقى doesn't طب number four you play chess دي question ماركة هده سؤال يبقى do you play chess do you play chess يبقى you ابدأ السؤال بدو number five what يعز what's his name يعني اسم ايه يبقى نقص هنا is بعد what نقص is what's here hobes hobes يعني هويات hobes دي جامعة هي هويات يبقى بدل اذا تبقى r يبقى هنا كده 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 تنقص is what's his name اسمه ايه what are her hobbes كده يبقى خلصنا تدريبات unit one بالصف الاول الاعدادي الترم الاول السلام عليكم ورحمة وبركاته ترجمة نانسي قنقر